رغم التفاهمات التي أبرمها الاحتلال التركي مع كل من روسيا وأمريكا حول وقف الهجوم العسكرية على مناطق الشمال السورية إلا أن جيش الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له لا يزالون يواصلون انتهاكاتهم بحق أهل المنطقة ففي ريف عين عيسى شماليا الرقى قصفت طائرات الاحتلال التركي المسيرة قرية صيدة عند مخيم عين عيسى ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح وإلى الشرق من عين عيسى شنى الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له والمتمركزين في قرية الكفيفة هجوما بالصواريخ على صوامع قرية قز علي بريفة الأبيض مع تحليق لطيران الاستطلاع وسط استمرار القصف بالصواريخ والأسلحة الثقيلة وفي تلابيض أيضا قتل عنصر من قوات النظام السوري بالإضافة إلى إصابة آخر جران فيجار لغم بهم في قرية عبدوكي وتصدت قوات سوريا الديمقراطية بوقت سابق لهجوم شنته الفصائل الإرهابية التابعة الاحتلال التركي جنوب الطريق الدولي وإنفوار انطلاق من قرية الجانطر بريف سلوك وأجبرتهم على التراجع وأقلت قصد في بيان أن الإرهابين قصفوا أيضا بالأسلحة الثقيلة قرية مشارفة تابعة لمدينة رأس العين المحتلة وأضافت أن قرام عشبي تل حرم الولسدية تعرضت كذلك لقصف عنيف من قبل الاحتلال الذي يتحشد في محيط صوامع شرقراك وعلى الطريق الدولي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر